موسيقى موسيقى رئيس اسيسي واجه بالاستمرار في اتخاذ سياساتها اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية موسيقى الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع قادة الاحزاب السياسية موسيقى ودول اوروبية تشدد قيود مواجهة كورونا وسط تحذيرات الصحة العالمية من متحور دلتاء الجديد موسيقى السادسة مساء الرابع بتوقيت جرانتش نشرة اخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أرحب بكم بداية هذه النشرة مع دانا متحط دانا أهلا بكي نانسي أهلا بكم مشاهدين وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ سياسات اللازمة من أجل الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية خاصة ما يتعلق بتنوية وزيادة مصادر النقد الأجنبي وخلال اجتماعه مع مجموعة الوزرية الاقتصادية وجه رئيس بتعزيز جهود توطيني الصناعة وزيادة المكون المحلي وذلك فضلا عن توفير كل احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات انتاج ومجمعات صناعية وكذلك مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد طلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي من أو مع صندوق النقد الدولي حيث عرضت المجموعة والوزرية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانها الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا وتوقعه باستمرار يتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان بدأت الزيارة بمرسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنظيره الكونغولي الفريق أول مبالا موسينسي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكل البلدين إلى آفق أرحب كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث نقل تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين ووقع الجانبين خطاب نواية لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين ثم توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة السودان الشقيق حيث التقى خلال الزيارة بالفريق أو الركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري المشترك وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافق في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين واجد على أهمية التقسير والتعاون المصري والسودانية في القضايا الاستراتيجية زاد التأثير على الأمن القوي لبلدين إنه أكد الإراضة المصري وتفعيل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيزم والسيد الفريق أول محمد ساكي قائم العامة الكوات المسلحة للتعاون مع الرؤى والمطالب الإخوة في السودان لتطوير التعاون العسكري في كافة المجالات وبما يحقق الأمن القوي لتوذيه وأن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السوداني في كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المصالح المشتركة لكل الشعبين الشقيقين تواصل أجهزة وزارة داخلية جهودها في مجال مكافحة المخدرات وتمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين تخص في جلب وتهريب وتصنيع وترويج المواد والأقراص مع تضييق الخناق على التشكيلات العصابية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة يلجأ هؤلاء إلى إخفاء المواد المخدرة بمخازن سرية بعيدا عن الرصد الأمني لكن يقضت أجهزة وزارة الداخلية تحول دون نجاح مخططاتهم فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في استهداف تشكيل عصابي دولي تخصص عناصره في جلب وتهريب مخدري الحشيش والهيروين وترويجه على عملائهم بنطاق محافظات الجمهورية وكشفت مخابئهم السرية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية توزعت المهام بين عناصر التشكيل ما بين تجهيز المواد المخدرة بالخارج وتمويلها لجلبها وعقد السفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد وتخزينها بمخاز سرية تمهيدا لتوزيعها كما تمكنت وبالتنصيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعات الأمن المركزي وأمن القاهرة وأمن الجيزة ومدرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط عناصر التشكيل في أماكن متفرقة وتمكنت الإدارة من ضبط 66 كيلو جرام لمخدر الهروين و2523 طربة لمخدر الحشيش و15 ألف قرص لعقار الكبتاجون وكمية من مخدر الآيس وكمية من الأسلحة والطلقات النارية وثماني سيارات مختلفة الأنواع وأكثر من مليون جنيها وعملات نقدية متنوعة وقرابة طن مواد خام تستخدم في خلط الهروين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 60 مليون جنيها مع مواصلة الإدارة لضرباتها القوية ضد تجار ومهرب المواد المخدرة استهدفت وبالتنصيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي وأمن القاهرة ومدرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وتصنيع مخدر الهروين وخلطه لمضاعفة كمياته وتم ضبطهم وبحوزتهم 52 كيلو جرام من مخدر الهروين و15 كيلو جرام من مخدر الحشيش كما تم ضبط أدوات الخلط والتصنيع والتدوير و6 سيارات مختلفة الأنواع ومبالغ مالية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 27 مليون جنيه ليؤكد إغهاض محاولات الجلب والتهريب ما تتمتع به أجهزة مكافحة المخدرات من قدرة وكفاءة عالية لمجابهة مشكلة المخدرات على كافة محاولها لخطورتها على كافة فئة المجتمع بن آخر نشرت وزارة الداخلية فيديو لتوعية المواطنين بأخطار المخدرات وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية بتبزل أقصى جهدها عشان تحميك من خطر المخدرات موسيقى لكن دا الوحد مش كفاية خاف على نفسك على عيلتك على بلدك المخدرات نهاية حياة نشر المركز الإعلامي المجلس الوزراء تقريراً سلط ضوء على موازنة عام 2021-2022 والتي تستعدف تأمين حياة كريمة للمواطن خلال زيادة الانفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة هذا وكشف التقيير عن زيادة إجمالي الاستثمارات بنحو ستة أضعاف بموازنة عام 2021-2022 مقارنة بعام 2013-2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر لعام 2030 حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات مسجلة 358 مليار جنيه من حجم انفاق يزيد عن 1837 مليار جنيه وفيما يتعلق بقطاع الصحة كشف التقيير عن وصول مخصصات القطاع لأكثر من 275 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية في موازنة عام 2021-2022 أشار التقيير إلى أن الانفاق على القطاع قد بلغ 283 مليار و400 مليون جنيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكد الوام حمود شعراوي وزير وتنمية المحلية على الاهتمام الذي تليه الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وشرف هذا الصدد إلى توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام سعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وضاف أن هذه الجهود ترمي إلى تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية كما أن هذا يأتي في إطار دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري تحت رعاية السيدة انتصار سيسي قارينة رئيس الجمهورية تأقد دكتورة إناس عبدالدايم وزيرة ثقافة مؤتمرا صحفي بالمصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من سن الخامسة إلى الثاني عشر عاما والفئة الثانية من اثني عشر إلى ثمانية عشر عاما وتشمل ثلاثة مجالات الأول الأداب في أفرع القصة والشعر والمصرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث فهو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الاركترونية بإضافة إلى الابتكارات العلمية نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستطلاح الأراضي السيد القصير وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين هذا وأكد جبر أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل من جانبي أكد وزير الزراعة السيد القصير أن القطاع الزراعي شهد خلال سبع سنوات ماضية نهضة ودعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي واستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة مشيرا إلى أن قطاع الزراع يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر حيث يساهم في 17% من الصادرات السلاعية وبلحو 15% من الناتج المحلية الإجمالية كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة إلى العراق حيث أكد الرئيس الوزراء العراقية مصطفى الكاظمي أن الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك في المنطقة هي أهداف استراتيجية ستعز المرحلة المقبلة وأشار إلى أن حماية أرض العراق وشعبه واجب وطني ومشدا على أن الجميع يعمل تحت راية العراق ومن أجل مستقبله في الشأن العراقي أيضا أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات العراقية عبد الحسين الهنداوي التزام الحكومة ومفاوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأشار الهنداوي إلى أن الحكومة العراقية ليس لديها كتلة انتخابية لتشارك في الانتخابات المقبلة مؤكدا أنها ستعمل بكل جهدها من أجل إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قال مندوب سوريا دائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده ملتزمة بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري سوري وأوضح بأن سوريا تواصل متابعة جهود المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة وتطلع إلى عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور قريبا هذا وأضاف أن الوفد الوطني المكلف بالمشاركة في اجتماعات لجنة مناقشة الدستور قد استجاب لكل متطلبات استمرار عمل اللجنة كما طرح جير بيدرسون بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مشاورات تشكيل الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية والفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هذا وأشار بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إلى أن تابون استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب وفد عن ممثلية الأحرار وكان الرئيس الجزائري قبل استقالة رئيس الحكومة عبد العزيز جراد وكلفها بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة أكدت المفوضية الوطنية العليا لانتخابات في ليبيا عزمها على بذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح هذه الانتخابات المقارة في 24 ديسمبر القادم ولتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل ليبيا إلى مكانة تليق بها مبين دول العالم هذا وأوضحت المفوضية أنها تجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين والآن مشاهدنا نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الجولة الإخبارية ابقوا معنا أهلا بحضراتكم مرة أخرى ومازلنا في جولة السادسة وإلى آخر التطورات الخاصة بكورونا حول العالم حيث أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180 مليون و330 ألف نسمة أصيبوا بفايروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و64 ألف وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 220 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر لعام 2019 ناقص خطر جديد دقته منظمة الصحة العالمية حين أعربت عن قلقها الشديد إذا انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا حول العالم المنظمة أشارت على لسان مديريا تيدروس أدهانوم إلى أن السلالة تم اكتشافها في 85 بلدا على الأقل وتنتشر سريعا بين البلدان غير المطاعمة ضد الفيروس خطر السلالة دلتا كان حاضرا بقوة على قمة أوروبا والتي خرجت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في عقابها تؤكد أنه من المبكر للغاية لدول الاتحاد الأوروبية أن ترفع قيود احتواء الفيروس كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن قلقها مشددة على أن اللقاحات هي الاستراتيجية الأفضل ضد الطفرات المتحورة من فيروس كورونا أما روسيا فتواجه زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد 19 عزتها السلطات لانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى وتجاوزت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في روسيا حاجزة 20 ألفا للمرة الأولى منذ أشهر وفيما توصل عدد الإصابات في روسيا ارتفاعها كانت المخاوف تزداد في اليونان من فرض إغلاق محلي على مدار فصل الصيف وسط جهود لاحتواء انتشار سلالة دلتا الأكثر عدوى من كورونا أعلن وزير الصحة الألماني أن توردات لقاح كورونا إلى بلاده ستزيد على نحو الملحوظ في الأسبوع المقبلة هذا وأشار إلى أن مليون قرع من لقاح جونسون أن جونسون سأتصل في الأسبوع المقبل فضلا عن قرب أصول شحنة كبيرة من أسترازينيكا وبايونتك أظهرت بيانات لجامعة جونسون كنزل أمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم إعطاء سبعين مليون وخمسمائة ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في ألمانيا حتى الآن ووفقا للبيانات وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثين ألف حالة وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى تسعين ألف وسبعمائة واثنتين وخمسين حالة عبر الهاتف من برلين ينضم إلينا أستاذ محمد الخفاجي الكاتب الصحفي أستاذ محمد ورحب بك إذن معنا في هذه المشرة تحية لك وليجميع المشاهدين نعم إذن يعني بعد قراءتك للأخبار المتداورة عن آخر الأرقام الخاصة بكورونا كيف تقرأ خريطة العالم لوباء كورونا أستاذ محمد نعم أبدأ بالنسبة لألمانيا طبعا ألمانيا الآن بعد أن تجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح أكثر من 50% من الناس وتقريبا خدود أكثر من 60% من البالغين يعني منهم أكثر من 18 سنة أعمارهم وطبعا هذه الأرقام وهذه اللقاحات أدت إلى قلة عدد الإصابات في ألمانيا حيث نشهد مثلا الآن الإصابات لا تتجاوز ببع المئات اليوميا بعد أن كانت تتجاوز أحيانا حتى 30 ألف إصابة يوميا أيضا مثلا ما يقارب الإصابات أصابة صحيح ولكن يعني حتى مع ضعف الأرقام في الداخل الألماني أستاذ محمد يبدو أن هناك تخوف من الطفرة الجديدة لكورونا وما زالت الإجراءات الاحترازية المشددة متخذة في الداخل الألماني نعم بالنسبة لطبعا المتحور دلتا هناك خوف من ذلك إلا أنه أيضا أعلن وزير الصحة قبلها حوالي ثلاثة أيام أن هذه التحذيرات تشمل أولئك الذين لن يتلقوا اللقاح بعد لأنه حسب الدراسات التي أجريت أن لقاح طاينستيك فايزر ولقاح موديرنا وإلى حد ما أيضا لقاح جونسون عن جونسون يقي من المتحور دلتا فلذلك هذه المسألة تختص بمن لم يتلقوا اللقاح أضافة أن هناك تشديد على الدول التي انتشر فيها المتحور دلتا على سبيل المثال اليوم تم الإعلان أنه سيكون هناك تشديد كبير على القادمين من بريطانيا ومن بعض الدول الأخرى التي ربما منتشر فيها المتحور دلتا نعم طيب أستاذ محمد داني أسألك إذن أيضا بشكل أكبر عن لقاح جونسون عن جونسون الذي من الممكن يعني كما تقول الأخبار وكما يقول يانسي شبان تحديدا أن ألمانيا ستتلقى منه مليون جرعة في غضون الأيام القليلة القادمة جونسون عن جونسون يتكون من جرعة واحدة والبعض يتحدث أن جرعة واحدة من أي من اللقاحات لن تكون كافية أمام المتحور دلتا إلى أي مدى هذا الكلام ينطبق أيضا مع الأخبار المتدولة في الداخل الألماني على لقاح جونسون عن جونسون نعم طبعا بالنسبة لجونسون عن جونسون هناك حديث أنه ربما سيتم تجويل الآن هو طبعا مسموح به للجميع إلا أنه هناك حديث أنه سيقتصر ربما تجويله على من هم فوق الخمسون عاما وأنه الدراسات تجري الآن على مدى فاعلته اتجاه دلتا طبعا الشركة أعلنت أنه أيضا يمكنه مقاومة المتحور دلتا إلا أنه هذا لا يدفي ووزارة الصحة الألمانية وكذلك منظمة الصحة واللغبية والدواء الأوروبية نجري الآن اختبارات مباشرة على لقاح جونسون عن جونسون للتأكد من كونه مقاومة المتحور دلتا أنا أشكرك شكرا جزيلا من برلين أستاذ محمد الخفاجي الكاتب الصحة في كونتظيفي عبر الهاتف شكرا لك عنت سلطات مقاتعة نيو ساوث ويلزا الأسترالية فرضاء الإغلاقية في كل أرقاء مدينة سدني وذلك بسبب انتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا وسيتبقى الإغلاق اعتبارا من اليوم في جميع أرقاء أكبر مدينة أسترالية حسب ما قالت حكومة المقاتعة أكد عمدة موسكو أن العاصمة الروسية تعيش جائحة كورونا من جديد في ضوء تفشي الفيروس فيها بصورة سريعة للغاية وأوضح أن السلطات الصحية الروسية كان من الممكن أن تتغلب على الجائحة بصورة كاملة لو لم تظهر هناك سلالة جديدة للفيروس وشدد في الوقت ذاته على أن وقف تفشي الوباء بموسكو يتطلب إجراء حملة التلقيح السريع أو إغلاق المدينة ألغت إسبانيا شرط ارتداء الكمامات في الهواء الطلق وذلك ضمن خطتها البلاد لرفع قيود كورونا وكان الرئيس والوزراء الإسباني بيدرو سانشز قد أعلن قبل أسبوع رفع القيود واستقبل بالفعل السياحة وسكان المحليون الأمر بشكل إيجابي وذلك وفقا لتلك القرارات الجديدة ما زال يجب ارتداء الكمامات في المناطق العامة المغلقة وفي كل وسائل النقل كما يتحتم على الأشخاص ارتداء الكمامات فقط حال لم يستطيعوا المحافظة على التباعد بمسافة متر ونصف عن منهم ليسوا من أسرتهم أما هولندا فقد قررت رفع معظم القيود المفروضة في مواجهة وباء كورونا اعتبارا من اليوم على البقاء على الالتزام بالتباعدة الاجتماعية هذا ووصلت الحكومة الهولندية الآن إلى المرحلتين الرابعة والخامسة من خطتها المكونة من ست خطوات للخروج من الإغلاق حيث قررت إلغاء معظم القيود المتعلقة بالوباء على خلفية تحسن الوضع الوبائي في البلد إذ يتقلص عدد الإصابات الجديدة ويزداد عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل قالت الحكومة والإيطالية أن أهم الاحتياطات الصحية الأساسية المتعلقة بفايروس كورونا المستقد هي وحدها التي ستطبق في جميع أنحاء إيطاليا في تخفيف للقواعد التي تتبق على جميع أنحاء البلاد ومن جانبه قال وزير الصحة أن هذا التخفيف سيبدأ يوم الاثنين المقبل ووفقا لتلك القرارات ستكون إيطاليا كلها منطقة بيضاء مع تقييم خطر الإصابة بأنه منخفض ولن يضطر الإيطاليون بعد ذلك إلى ارتداء الكمامة في الهواء الطلق على الرغم أنه سيطلب منهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاحتفاظ بقناع وجه للمناسبات التي يكون فيها تباعد مستحيلا أما روسيا فقد أعلنت عن تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من خمسة ملايين وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة الجائحة إن 619 حالات تغفوا لأسباب مرتبطة بفايروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 132 ألف وفا هذا وسجلت مدينة سان بيتروسبورغ التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 2020 أعلى حصيلة وفيات جراء كوفيد-19 منذ بدء الجائحة وفق ما أظهرته البيانات يصوت الفرنسيون غدا في القولة الثانية لانتخابات المناطق وفي القولة الأولى امتنع 2 من كل 3 ناخبين 66.72% عن التصويت وذلك في نسبة قياسية منذ بداية الجمهورية الخامسة في عام 1958 أعرب رئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير عن صدمته إزاء حادثة الطعن في مدينة فروتسبورغ الألمانية التي أسفرت عن ثلاثة قتلى وعدة مصابين وأوضح شتاين ماير أن دولة القانون ستحاسب مرتكب هذا الحادث مضيفا أن ألمانيا بأكملها تواسي أسر الضحايا هذا وآرب أشتاين ماير عن شكره لأفراد الشرطة الذين سيطروا على الجانب جهد حازم وكذلك لعمال الإنقاذ وتواصل سلطات الألمانية تحقيقاتها في حادث الطعن والذي شهدته مدينة فروتسبورغ الألمانية وكان ثلاثة أشخاص قتلوا طعنا وأصيب ستة في هذا الحادث واعتقلت شرطة الألمانية المشتبهة في تنفيذه لهذا الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه جرت مراسم دفن الرئيس الفلبيني السابق بنينيو أكينو الثالث وسط إجراءات احترازية مشددة هذا وتوفي أكينو عن عمر نهز 61 عاما بسبب مرض الكلا الناجم عن مرض سكري بعد غياب علني طويل بعد انتهاء فترة ولايته الفردية التي استمرت ست سنوات في عام 2016 تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني ما بين وزارتي المواد المائية والريب مصر وجنوب السودان بشأن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سدوى والمتعدد لأغراض بجنوب السودان والذي يقع بحوض بحر الغزال هذا وأعدت توزارة الرئي الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة المشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة والتابعة لها هذا وقامت الوزارة بالانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها إلى الجانب الجنوب السوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو تتواصل الاستعدادات لإفتتاح الدور الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقاهم تحتاري عاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من الثلاثين من يونيو حتى الخامس عشر من يوليو في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية هذا وبدأت الدول ودور النشر المشاركة في التوافد على القاعات لتنسيق المطبوعات والإزدارات الخاصة بها كما اطمئن مسؤول وزارة الثقافة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا اقترب موعد انطلاق فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تلك الاستعدادات صارت عنوانا له هنا خلايا عمل لا تتوقف إذ يضع هؤلاء العاملون اللمسات الأخيرة على أجنحة المعرض الأطخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا والبالغ عددها 756 جناحا نحن عندنا مفوض في المعرض هنا أكثر من 700 عارض السنة دي التصميم زي ما هو بين ورايا نحن بنتعامل متأثر أكثر بالحضارة الفرعونية هنشوف أغلب التصميم الموجودة هنا وواخدين حاجات منها كمان شكل خرطوشة الفرعوني اللي هي موجودة في الفواصل الموجودة ورايا هنا برضو الحاجات دي كلها حتى ما تعملتش كشكل كديزان جمالي لأنه نحن واخدين موافقة من وزارة الأسر بالأشكال والكلام المكتوب على الحاجات دي كلها النسخة الثانية والخمسون من المعرض يشارك فيها نحو 1218 نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا يمثلون 25 دولة تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافة كتابك وهي عبارة عن تخصيص رقن للقطب بأسعار لا تقبل المنافسة بداية من جنيه واحد وحتى 20 جنيه المبادرة بتدرخص فيه أن الكتاب بيبدأ من جنيه وحد أقصى 20 جنيه فخصصنا أجنحة اللي كانوا مشاركين معنا في بداية المبادرة في معرض فيصل خصصنا لهم أجنحة ينوت مجانية عشان هم مشاركين معنا في المبادرة وطرحنا الفكرة أو الرؤية دي طرحناها لكل الأجنحة اللي موجودة في كل الصلاة بالتزامن مع جائحة كورونا أضحى الفضاء الإلكتروني مصرحا مهما لبعض الأنشطة والفعاليات كالندوات الفنية والثقافية والأدبية لذا أطلقت المنصة الإلكترونية لأول مرة هذا العام طبعا لأزمة كورونا كافة الفعاليات بتقام على المنصة الإفتراضية يعني هيكون فيه لقاءات فكرية هيكون فيه لقاءات وندوات ثقافية هيكون فيه أنشطة للأطفال على المنصة هيكون فيه العروض الفنية يعني حتى ما سبناش العروض الفنية يعني عود شجال على المنصة الفرق هتكون موجودة على المنصة كل اللي كان بيقام على الأرض هيقام على المنصة المعرض الإفتراضية بعد عام ونصف العام يطل معرض القاهرة الدولي للكتاب من جديد ليتيح للزائرين فرصة الإبحار في أعماق العلوم والمعرفة كريم رجب أكسترانيوز جولة السادسة مستمرة مع حضراتكم ولكن بعد فاصلا قصير احنا عارفين ان البيت مش مجرد حيطة ولا باب خشب مش مجرد شباك ولا سلم مش مجرد كنبة ولا كرسي وطرابيزة البيت أكتر من كده بكتير البيت بنبني فيه حياتنا وذكرياتنا البيت فيه بنكبر ونكبر البيت بنعيش فيه حياة كريمة وإحنا على قد ما نقدر بنحاول نوفر لك الحياة الكريمة دي لأننا عارفين ان بيتك يعني حياتك اتبرع على حساب حياة كريمة اهلا بكم مشاهدين مجادا في هذه الجولة الاخبارية واقتصاديا تفقد وزير البترولة طارق الملة مشروع توسعات مصفات تكرير مدور الجاري تنفيذها حاليا في محافظة الاسكندرية وذلك بتكلفة ستنارية نحو 2.4 مليار دولار عمليات التطوير تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في هذه الطاقة التشغيلية الحالية للمصفة والبالغة حاليا 100 ألف برميل شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنا خلال العام المالي الحالي حيث من المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8 من 10% من الناتج المحلي وفائد أولي 1.1 من 10% وخفض العجز الكلي إلى 7.7 من 10% يوما بعد يوم تتأكد جدارة ومتانة الاقتصاد المصري بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة المصرية والتي كان لها أكبر الأثر في الصمود أمام تدعيات فيروس كورونا المستجد الذي ألقى بظلاله السلبية على كبرى اقتصاديات العالم مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنا خلال العام المالي الحالي ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائد أولي 1.1 من 10% وخفض العجز الكلي إلى 7.7 من 10% وتأتي تلك المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في الوقت الذي انخارطت فيه الدولة المصرية بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضروراً من جائحة كورونا وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة الجائحة وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة كما جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم جائحة كورونا وذلك في ظل التحسن الملحوظ لبيئة الأعمال بمصر وبما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التي يتم تنفيذها فبعد ثماني سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تمضي مصر بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المحلي المصري ويكذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية أعلنا وزير والإسكان عاصم القزار أنه سيتم اعتبارا من غد تسليم ثلاثة ألاف واربعمائة وست وخمسين وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين من مدينة أكتوبر الجديدة هذا وناشد جهاز تنمية مدينة ستة أكتوبر الجديدة المواطنين الفائزين بالوحدات الالتزام بالموعيد المحددة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور أكد الشحاط غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة مالية بادرت باتخاذ حزمة إجراءات لتخفيف من أثار كورونا منها عفاء العالقين من أي غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية فضلا عن منح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة مثل الوقود والمواد الغذائية والمطاهرات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعية وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق ناقش المجلس تنفيذي لصندوق النقد الدولي توسع تحتياطي الطوارئ بقيمة 650 مليار دولار هذا وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن التخصيص الجديد لاحتياطي الصندوق أو حقوق السحب الخاصة سيكون الأكبر في تاريخه ويهدف إلى مساعدة الأعضاء الأكثر ضعفا على مواجهة تجاحة كورونا وتدعياتها قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ الإشراف على المخاطر النظامية لشركات الاستثمار وأشار البنك إلى أن الشركات التي تزيد أصولها على 30 مليار يورو عليها التقدم الآن بطلب للحصول على ترخيص كبنك استثمار وذلك بمقب تشريع جديد يدخل حيزة تنفيذ هذا الإسبوع حذر قادة واصناعة في بريطانيا من مقوع أزمة في إمدادات الغذاء هذا الصيف في ظل نقص 100 ألف سائق لشاحنة وطالب قادة واصناعة في المملكة من رئيس الوزراء باريس دونسون التدخل شخصيا للسماح بالوصول إلى العمالة الأوروبية وذلك من خلال إدخال تأشيرات العمالة المؤقتة لسائقية الشاحنات الثقيلة وبإضافتهم إلى قائمة المهن التي تعاني من نقص لكن متحدثا حكوميا قد قال إنه مع النظام الهيجراتي الجديد في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب على الصناعة أن تبحث عن توظيف عمال محليين بدلا من ذلك دافعت مجموعة إيرباس الأوروبية للطيران عن البقاء المحتمل لشركتها بريميوم إيروتيك وأصرح مدير التشغيل في إيرباس بأن الشركة تتكبت خسائر منذ 12 عاما وهذه الخسائر تبلغ مليارات موضحا أن الوضع تفاقم نظرا لأن شركات الطيران لا تشتري طائرات جديدة في الوقت الراهن يذكر أن إيرباس تدرس حاليا بيع مركز انتاج بعض أجزاء الطائرات في ألمانيا إلى أحد المستثمرين ويعمل في هذا المركز في أوكسبورغ نحو 2200 من أصل 2800 عامل لدى بريميوم واستشمل خطط البيع مقر الشركة أيضا في مدينة فاريل شمال غربي ألمانيا تجاوز رصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوكي الصينية تريليون دولار لأول مرة مما يوفر فرصة لبكين لتسمح بحرية أكبر لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد هذا ونمت الودائع بالعملات الأجنبية في البنوكي الصينية بفضل الطلب المتزايد على السلع الصينية خلال فترة هذا الوباء ما أدى إلى تعزيز الإرادات بالعملة الصعبة للمصدرين وقفزت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية أكثر من 260 مليار دولار في أشهور الخمسة الأولى من عام 2021 والآن مشاهدين وقف مع آخر الأخبار الرياضية يواجه الأهلي في التاسع عام المساء اليوم نظيره التراجي التونسي في إياب نصف نهاء دوري أبطال إفريقيا ويحتاج الأهلي للحفاظ على النتيجة الإيجابية التي حققها في رادس ليتأهل إلى نهائيه استاد السلام على موعد مع واحدة من اللقاءات الكروية الأكثر إثارة وندية بين الأهلي والتراجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المارد الأحمر نجح في تحقيق فوز ثمين على التراجي التونسي في ذهاب نصف نهائي في عقر داره بملعب رادس بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف ليقترب بطل مصر من نهائي دوري الأبطال الأهلي يحتاج للحفاظ على النتيجة الإيجابية التي حققها في رادس ليتأهل إلى النهائي للمنافسة على البطولة التي يحمل لقبها من النسخة الماضية في المقابل يحتاج بطل تونس للفوز بأكثر من هدف لضمان الصعود إلى النهائي الأفريقي ومواصلة طريقه نحو تتويج قاري جديد مباراة الأهلي والتراجي تستقطب الأنظار خصوصا أنها تضع اثنين من كبار القارة الأفريقية وجها لوجه حيث يملك الأهلي الرقم القياسي في الفوز بدوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب آخرها في العام الماضي على حساب الزمالك أما التراجي فقد حقق لقب المسابقة أربع مرات كما فرض الفريقان هيمنتهما على المسابقة بتتويجهما باللقب القاري في آخر ثلاث نسخ للمسابقة راصدت كاميرا أكسرا نيوز توقعات الجمهي لمباراة الأهلي والتراجية تونسية في إياب النصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله الأهلي هيكسب إن شاء الله نحن نسكن في الفريق يعني إن شاء الله نكسب أربع سفر مثلا بما أني أنا أهلوية فإن شاء الله الأهلي يكسب إن شاء الله إن شاء الله نكسب خمسة سفر بإذن الله يعني تنسف لصالح الأهلي إن شاء الله نفوز تنسف إن شاء الله الأهلي هيكسب ويتكون نتيجة إن شاء الله كبيرة وأداء الأهلي يعني بآخر فترة كان رائع جدا وبالمشاته واخب بطولات كتير وإن شاء الله تكون نتيجة يعني بـ 3-0 هذا هو يستعد المصريون العاملون في إزالة الأنقاط في قطاع غزة تمهيدا لعملية الإعمار يستعدون مع الفلسطينيين لمشاهدة مباراة الأهلي والتراجي التونسي المزيد من التفاصيل مع زميل عوض الغنم مشاهدين الكرام حياكم الله من داخل ملعب فلسطيني هنا بقطاع غزة على حر من الجمر ينتظر بئات الألاف من محب ومشوجعي النادي الأهلي هنا في قطاع غزة هذه المباراة المهمة التي ستجمع النادي الأهلي بنادي التراجي متمنيين وصوله إلى الدور النهاية وحصوله على النجمة العشرة وفي نفس الوقت سيكون هناك حضورة مكسفة للمصريين العاملين هنا أو العاملون في إعادة الإعمار وفي إزالة الركام وهم بعشرات المهندسين وعشرات العمال سيلتقون بالإخوة الفلسطينيون هنا في هذا الملعب ملعب فلسطيني الأكبر هنا في قطاع غزة للمشاركة في هذا الحدث الكروي الكبير الذي سيتم وسينطلق عند الساعة الحادية عشر بتوقيت غزة أيضا الجالية المصرية في قطاع غزة لديها حضور مكسف للغاية فبالتالي حضورهم اليوم ربما سيكون مؤثر ولو تأثير كبير مشجع الأهلي والزمالك عموما والكرة المصرية لديهم تواجد كبير ربما الأهم بعد الشوارع المصرية هنا في قطاع غزة وهو ما يؤكد التحام الشعب الفلسطيني بالشعب المصري يلتقي فريق الوداد البيضوي مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويحمل الوداد أمال الكرة المغربية من أجل حجز مكان في هذه المباراة النهائية ولتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما توقف مشواره عند المربع الذهبي وخسر الوداد ذهابا بهدف نظيف أمام كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس ولذلك سيكون الفريق البيضوي في مهمة صعبة لبلوغ النهائي يختتم فريق برامة تدريباته استعدادا لمواجهة مضيفة رجاء المغربي غدا الأحد في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة يوم الأحد الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين هذا ويتأهل الفائز من مباراة الإياب إلى نهائي الكونفدرالية المقرر له في بنين يوم العاشر من يوليو المقبل اشتركوا في القناة يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب النمسا اليوم في دورة 16 من منافسات كأس أمم أوروبا وتأهل منتخب إيطاليا إلى دورة 16 عاقبة احتلاله صدارة المجموعة الأولى بالبطولة بعدما حقق العلامة الكاملة بفوز في ثلاث مباريات برصيد 9 نقاط بينما صعد منتخب النمسا عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط كشف روبرتو منشيني مدرب إيطاليا عن آخر استعدادات الأسوري لمواجهة النمسا اليوم في ثمن نهاي بطولة أوروبا لقد استمتعت بفترة عملي كمدرب لإيطاليا وأود أن أستمر في ذلك أشكر اللاعبين لأنهم سمحوا لي بهذه التجربة الممتعة اللاعب في ومبلي يجب أن يكون دائما ممتعا ويجب أن واصل اللاعب بأسلوبنا أمام متخب قوي مثل النمسا ونأمل في تقديم أربع مباريات أخرى على نفس المستوى في يورو 2020 بذلك مشاهدين الكرام نكون وصلنا لختم هذه النشرة عليكم تذكر بأهم ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيس والجزائرية يبدأوا مشاورات تشكيل حكومة مع قادة الأحزاب السياسية دولة أوروبية تشدد قيود مواجهة كورونا وسط تحذيرات الصحة العالمية من متحور دلتا الجزيد وختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم أيضا متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تويتر انستجرام أو يوتيوب كنت معكم أنا دانا متحاتز ملتينان سينور نشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة